نوصل مقالات الرأي والتحليل السياسي وننتقل لموقع المنارة نت في مقال للكاتب محمد سالم بارماده بعنوان معين عبد الملك موقف شجاع ومسؤول استهل الكاتب مقاله بتأكيده على أن الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء معين عبد الملك بعد الهجوم الصاروخي على مطار عدن وبعد لحظات من هبوط طائرة نقل أعضاء الحكومة اليمنية إلى المطار وأثناء نزول أعضائه أو أعضاء من الوفد الحكومي والذي كان يهدف إلى القضاء على الحكومة الجديدة في البلاد عند وصولها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لكل أبناء الوطن هو بكل المقاييس الموقف المطلوب وهو الموقف المسؤول وهو الموقف الشجاع أيضا وأكمل بارماده قاحلا المفاجئة ليست في شجاعة رئيس الوزراء وكل المرافقين له من وزراء وليست في روح المسؤولية الوطنية التي عبر عنها وأبداها وإنما في كشف الفاعل في اللحظات الأولى للهجوم وهو رسالة تطمين بعث بها رئيس الوزراء إلى كل أبناء الوطن وإلى القوى السياسية وإلى أجهزة الأمن وإلى كافة المؤسسات والهيئات الوطنية والحزبية وهو بهذا التطمين تحولت المسألة من دائرة الشهامة وهي شهامة تسجل لرئيس الوزراء إلى دائرة كشف الفاعل في اللحظات الأولى للهجوم الصاروخي لقد أثبت رئيس الوزراء لحكومة الكفاءات بما لا يدع مجانا للشك بعد الهجوم الصاروخي على مطار عدن إن هذا الهجوم لن يثني حكومته عن مواصلة تنفيذها لمهامها الوطنية في خدمة المواطنين وتطبيع الحياة وتهيئة كافة الأجواء المناسبة من أجل ممارسة الحكومة مهامها بالشكل المطلوب وتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وترجمة توجيهات فخامة رئيس القائد المشير عبدرب منصور هادي يقمل الكاتب مقاله بقوله لتكن حادثة مطار عدن فرصة لحشد المجتمع الدولي لإدراج ميليشيا الحوثي لانقلابية المدعومة من إيران على قوائم الإرهاب والذي بدوره يفتح الطريق على مصرعيها أمام محاكمة الميليشيا دوليا على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء اليمن وختم مقاله قائلا أخيرا أقول إن روح المسؤولية الوطنية التي عبر عنها وأبداها رئيس الوزراء معين عبد الملك بموقفه عقب الهجوم الصاروخي على مطار عدن أكدت أن ثقة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي فيه كانت في محلها وأثبت للجميع إنه صاحب رؤية ثاقبة ومواقف مبدئية شجاعة ومتميزة والله من وراء القصد حفظ الله اليمن وشعبها وقيادتها ممثلة في فخامة الرئيس القائد المشير عبد رب منصور هادي من كل سوء وجعلها دوما بلد الأمن والأمان والاستقرار والازدهار